المعادلة الانتخابية اليوم بسيطة من يرفض الميجا سانتر لا يريد للبنانيين أن يشاركوا في الانتخابات المقبلة بكثافة أو بكلام آخر لا يريد أن يسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم ولسيما في المناطق البعيدة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل أما من يريد الميجا سانتر فيريد أن يشجع اللبنانيين على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي انتلاقا من احترام القانون وبناء على أبسط المبادئ التقنية التي لا يفهم أحد على الإطلاق كيف يمكن أن تنجح في كل دول العالم وأن تفشل في لبنان فبكل بساطة يا معالي الوزراء الرافضين وخلفكم كل القوى السياسية المعرقلة كلامكم غير مقنع وثرائعكم لا يتقبلها عقل وتمسككم برفض الميجا سانتر لا يبدو حتى الآن أكثر من حلقة إضافية في مسلسل طويل بدأتموه بالتلاعب بقانون الانتخاب وتحاولون إنهاءه بإفراغ كل البنود من مضمونها الإصلاحي ثم تتهمون غيركم بالسعي إلى تطيير الانتخابات لكن قبل العودة إلى التفاصيل والحقيقة في هذا الموضوع وانطلاقا منه بالذات اليوم ولأننا على مسافة شهرين تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل الموعد الذي يمارس فيه الشعب وحقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات ذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين إنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر والتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17-21-2019 ولما تفكروا بالانتخابات حرروا عقلكم وقلبكم من كل المؤثرات والضغوطات وخلوا نظرتكم شاملة وموضوعية ساعة تخبوا مين ما بتكن بكل حرية ومسؤولية اشتركوا في القناة